تعالوا بقى نروح للمحور التاني وهو محور الوعي بالقانون حق من حقوق الإنسان ودليل على رقي الأمم كونك تبقى عالم بالقانون وعلى فكرة عايز أقولك على حاجة في قاعدة مهمة جداً في القانون بتقول عدم الاعتذار بالجهل بالقانون هي دي القاعدة اللي احنا أسسنا عليها البرجامج دا دي قاعدة مهمة كل القانونين عارفين حضرتك ما ينفعش تقول معلش يا جماعة والله ناسف ما كنتش عرف عن القانون ده حاجة لا يا فن منذ صدور القانون أنت مفترض فيك العلم مفترض فيك أن خلاص على علم بهذا القانون يطبق عليك وحضرتك يجب عليك احترامه عشان كده احنا هنا لما اشتغلنا على الأبوكات وكعندنا هم كبير جداً وهدف سامي جداً اللي هو أن أنا أعرفك أو أعلمك أو أقولك أو أوجهك أو أديك فرصة وأنك تعرف إيه القوانين اللي صدرت في هذه البلد وكمان شعارنا الأساسي إزاي تاخد حقك بالقانون ما هو لازم يكون في قانون تاخد حقك بيه عشان ما تبقاش الدنيا كده سايبة ويبقى قانون الغاب هو المتحكم في المسألة أي دولة فشلة عشوائية ما بتطبقش قاعدة الوعي بالقانون عشان تكون أمة راقية أمة متقدمة لابد أن يكون هناك وعي بالقانون كل القوانين اللي صدرت في مصر على مدار سنتين قدمنا معلومات عنه اتكلمنا فيه في قانون الجنائي المعاملات المالية الأحوال الشخصية قلنا لك إزاي تبيعه وتشتري شواء اتكلمنا معك في قانون المرور واتكلمنا معك في كل حاجة جواز وطلاء ونفأة حتى قانون الرياضة أنا فاكر هنا في البرنامج ده استضافنا الكابتن شام نصر وكنا بنتكلم عن قانون الرياضة احنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا احنا تناولنا في البرنامج ده كل ما يخص المواطن المصري كان شعارنا الأساسي إزاي تاخد حقك بالقانون تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نتكلم تاني عن وعي الناس في مصر بالقانون انا عارف في القانون بنسبة 20-30% رنجع 10-10% تقريبا شارنا البطان في القانون انا عارف في القانون المصري بنسبة 10 او 20% 20-30% كده تقريبا قدر اقول ان انا فاهم في القانون بنسبة 20-30% بنسبة 10% قليل يعني ما يزيدش عن 10% انا عارف من القانون بنسبة 70-80% تقريبا انا شايف ان هو عشان يبتدي يعرف حاجة في القانون يبتدي يقرأ ملخصات يبتدي يشوف برامج في التيفي خاصة بالقانون عشان ينتبه أكتر لها أنا شايفة أن سوشيال ميديا أهم طريقة وأسهل طريقة وأسرع طريقة أن نحن نقل للناس على القانون أكتر حاجة محتاجة أعرفها هي حقوق المرأة القوانين المتعلقة بالمرأة عن متن المفروض أن أنا كموظف الدولة موضوع المعاشات والتأمينات أكتر حاجة محتاجة أعرفها في القانون التطورات اللي كل يوم بتحصل وإحنا مش عارفين عنها حاجة والنسب بتاعتها والدرائب والحاجات اللي علينا والتأمينات والكلام ده أكتر حاجة شايفة أننا محتاجة أعرفها اللي هي حقوقي كمواطن أكتر حاجة لازم أن أعرفها في القانون ومحتاج أعرفها حقوق المرأة والسبوك الكصف والتحرش ترجمة نانسي قنقر